اشتركوا في القناة السلطان قابوس وفي غرفة العمليات بالتحديد الكل يترقب نجاح عملية قراحية مهمة الامرأة تحمل في بطنها ما شاء الله ستة توأم وفعلا نجحت العملية والله الحمد وخرج الأطفال أصحاء معافين عدا واحدا قدر الله أن يموت بعدما تماثلت المرأة للشفاء وطمأن الأطباء على صحتها عادت إلى بيتها لكن طبيبة استثنائية شغلها أمر هذه الأسرة وقد تفكر هل هذه الأسرة قادرة على رعاية خمسة أطفال رضع في وقت واحد مما قعلها تطالب إدارة المستشفى بفتح ملف دراسة حالة لهذه الأسرة وفعلا وقدوا أن هذه الأسرة تقطن في قرية في ذلك الوقت نائية إنها قرية طيو الجميلة التي تتوسد الصخور وترقض بقانب البحر في الطريق الساحل الذي يربط بين مسقط وصور هذه الطبيبة كانت لها همة عالية ودور ملفت نال إعقاب واستعظام زملائها وهي أنها سعت في توفير خدمات مختلفة لهذه الأسرة ومن هذه الخدمات أنها أخذت تناشد مؤسسات التقارية وفعلا تم توفير مثلا حاقة هؤلاء الرضع للحليب لمدة ست أشهر من إحدى الشركات وكذلك حاقتهم الفوض الصحية تبرعت بها إحدى المؤسسات لمدة سنة كاملة الأمر لم يقف عند ذلك قامت هذه الطبيبة مع عدارة المستشفى وزملائها الأطباء بقمع ما يكفي لبناء غرفة إضافية لهذه الأسرة لتستوعب هذه الزيادة العددية في الأسرة كان ممكن هذه الطبيبة أن تكون كغيرها من الطباء والطبيبات وأن تمر علي هذه الحالة مرورا عابرا لكن أن يكون لها هذا الدور في خدمة هذه الأسرة فهنا نقول لماذا في مقلة غريتر جود ماجيزين أفكار علمية لحياة تاتمعنا مقال جميل تناول خمسة آثار للعطاء وتقديم العون للناس كل ذلك مدعوم بالدراسات والأبحاث إذن هي خمس قوائز تفوز بها عندما تعطي الآخرين القائزة الأولى السعادة العطاء يجعلنا نشعر بالسعادة لقد وقدوا أنه عند تبرع الناس للأعمال الخيرية ينشط في الدماغ المناطق المرتبطة بالمتعة والتواصل الاجتماعي والثقة وقدوا أن سلوك الإثار وهو أن تقدم الآخرين على نفسك يطلق الأندورفين في الدماغ وهو رمون السعادة القائزة الثانية الصحة في كتابه لماذا تحدث الأشياء القيدة لناس الطيبين يقول ستيفن بوست أن التبرع للآخرين قد أظهر زيادة الفوائد الصحية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وفي دراسة أخرى عام 1999 أقرتها جامعة كاليفونيا وقدوا أن كبار السن الذين تطوعوا الأعمال الخيرية كانوا أقل عرض الوفاة بنسبة 44% القائزة الثالثة العطاء يعزز التعاون ويقوي الروابط الاجتماعية العطاء يشعر الطرفين بقربهما من بعضهم البعض يعزز الشعور بالثقة والتعاون ويخلق علاقات اجتماعية قوية ومتينة القائزة الرابعة يقوي التعبير عن المشاعر ويجعل الناس يتبادلون كلمات الشكر والامتنان فيخلق ذلك في النفس راحة وسعادة والشعور بقوة العلاقة بينك وبين الطرف الآخر القائزة الخامسة العطاء معدن بمعنى أنك ستكون ملهما للآخرين سلوك العطاء لا يبقى محصورا بين طرفين وإنما يشمل كل مراقب وكل مطلع على هذا السلوك ومن هنا قد نفهم الأمر القرآني بالإنفاق علانية كما الإنفاق في حال السر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فقد نفهم الحكمة من الأمر بالإنفاق علانية أي أمام الملأ وأمام الناس حتى يكون هذا السلوك معدن فعلا وحتى ينتشر بين الناس وينتشر الخير أخيرا أيها الأحباب ماذا عسنا نقول عن العطاء والإنفاق في القرآن الكريم لا يكاد تمر على آيات في وصف المؤمنين والمتقين إلا وصفة الإنفاق حاضرة فيها ومن أول سورة بعد الفاتحة وأول آيات ذلك الكتاب لا رب فيه هناك أمر غيب أيها الأحباب في الإنفاق ففي الإنفاق بركة في الرزق ما نقص مال من صدقة والشواهد كثيرة لأولئك المنفقين الذين بارك الله في رزقهم وزادهم من واسع فضله وفي سورة البلد يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن هذا الإنسان فلقت حمل عقبة وما أدرك ما العقبة والعقبة هي أعلى شيء في القبل وأصعبه ثم قال فك رقبة أو إطعام في يوم دي مسغبة يتيما دام أقربة أو مسكينا دام تربة العقبة أيها الأحباب هي الانتصار على هذه النفس هي إيقاف هذه النفس من حب الكماليات والمبالغة في الترب والالتفات لأولئك المحتاقين أو إطعام في يوم دي مسغبة أي مجاعة يتيما دام أقربة أو مسكينا دام تربة كم مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتوا